بس احنا عايزين اتكلم في الموضوع ده برضو بس عايزة اسأل حاجة يعني قبل ما توصل للخطوة دي ساعة ما فكرت انك اصلا تحترف لسه ناشئ في الاول ناشئ في الاهل كابتن صلاح حسني اخدك وقال لك تعالى عزمك على العشا او قعدته سوا وكلمته قبل ما تسافر تروح المشوار احكيلي عن القعدة دي اثرت فيك ازاي وكادت عبار عن ايه والحقيقة في اليوم ده انا مش عايف انتو جبتوا المعلومة دي منين بس هي صح جدا هي اليوم ده كمان فيه حدثين يعني اليوم ده فيه العشا البني وبين والدي وهحكيليك طبعا تفاصيله بس فيه قبلي مفاجأة اكبر بكتير ان انا والدي خدني ونزلنا احنا كنا ساكنين في مصر الجديدة خدني ركبت معاه العربية معرفش حاجة خالص وفجئت ان انا في الزمالك وفجئت ان انا قدام العمارة بتاعت كابت صالح سليم الله ارحمه وقال لي اطلع كابتن صالح عايزك فقلت له اطلع فين عمد كابت صالح مرعوب طبعا كابت صالح كنت بشوفه وسلم عليه مرتين تلاتة في حياتي فقال لي هو عايز يتكلم معاك وقال لي مطلعش يعني قال لي انت انت اللي هتطلع له الوحدة اه مش هيجي معاك اه مش هيجي معاك اه فقلت عمري لله وطلعت اه الحقيقة استقابلني كابت صالح وقعدت معاها تقريبا انا فاكر كانت نص ساعة اه نص ساعة كانت مهمة قوي في حياتي وفي مسيرتي عمتا بقى في حتة سواء تكملتي للكورة وان انا خطت بعد كده التمثيل لانه الكلام معايا في تفاصيل كتيرة جدا عن البني ادم الناجح اه بشكل عائل اه والبني ادم اللي عنده اصل وعنده مبدأ وفكرة ان النادي الاهلي ما تتعاملش معاها ان هو نادي انت بتلعب فيه اتعامل معاها انه بيتك زي البيت اللي انت جاي منه وهذا كان بيماهدك انك تراح تقعد لوحدك ولا كان بيكلمك لا هو بيكلمني على اهمية ان انت يبقى ليك ظهر ويبقى ليك اساس طالع منه انه هو بيقول لي انت هتخد التجربة سواء التجربة دي انجحتي فيها او ما انجحتش فيها لازم تعرف ان فيه ظهر لك هو النادي الاهلي وفكرة ان انت هتطلع اوروبا لانه عنده خبرة انه كانت صالح برضه احترف زمان جدا طبعا الاحترف كان مختلف ولكن احترف في اوروبا فكلمني عن الثقافة الاوروبية وعن الناس هتتعامل معاك ازاي وهتلاقي صعوبة في التعامل في الاول وهتلاقي صعوبة في المعيشة في الاول لانك لسه هتتأقلم فاتكلم معاك في الحاجات دي كلها الحقيقة وبعدين اخر حاجة قال لي انا فكر كانت انه النادي الاهلي ده بيتك ولو النادي احتاجك لازم تكون موجود اه فدي اثرت فيها جدا وانت ردت الموضوع ده ورجعت اول يعني لما احترف ده حقيق ودي الحاجات المخلياني اه احتاجك النادي حالا تقول اه اه انا مش يعني مش ندمان ولا شايل من حد ولا اي حاجة خلص ولا زعلان اصلا لان انا اهلاوي انا 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 لعيب لعبت للنادي الاهلي ودي حاجة شرفتني بس انا اهلاوي قبن عن جدا فمشجع قبل ما اكون اه لا يا عادية اه قبل الاحتراف اتعلمت ايه في قودة لبس النادي الاهلي اه لا حاجات كتير اتعلمت في النادي الاهلي حاجات كتير لان انا يمكن كنت محظوظ ان انا حضرت اجيال اه اه او جيل اه كان جيل قوي جدا اه طبعا اه يعني انا هقولك ان انا لعبت مع كابتان احمد شوير كان طبعا في اخر ايامه قبل ما اعتزل يعني بس حضرت كابتان شوير حضرت اه لعبت مع كابتان حسام حسن اه في المنتخب لعبت مع اه هادي خشبة طبعا وليد صراح الدين رضا عبدالعال مجدي طلبة حضرت الجيل القوي جدا فهم كان عندهم عندهم ثقافة المكسب ان احنا الخسارة كانت قطت اللبس بتبقى كأننا خسرانين التعادل الاقصد انا فاكر اول ماتش لعبته مع الدرجة الاولى كان عندي 17 سنة وكان ماتش صعب جدا اعتقد كان كابتان حسام حسن مصاب كنا منلعب القناة في القناة ده ماتش صعب جدا جدا وكنت قاعد انا احتياطي وكننا خسرانين واحد سفر وانزلت الشوط التاني عملت اسيست الكوشري تقريبا فجاب جون التعادل في الدياعة الاخيرة وخلص الماتش فانا كنت كان اول ماتش العابه مع اله فكنت مبسوط مش ما بينتش ان انا مبسوط بس الحمده الله مخسرناش يعني اتعدلنا دخلت قلت لبس لقيت اللعيبة كأننا خسرنا المطش فمن هنا حصل لي السويتش بتاع اللي هو بيتقال فعلا لما بتخش النادي الأهلي بي... بي... بي...